أم عبدالله تقول الحمد لله عندنا يعني مساجد حول بيتي كثيرة تقول لما أجي أردد خلف المؤذنة فلأخبط تقول هنا أذان وهنا أذان وهنا أذان ما العمل أختي الفاضلة بارك الله فيك حاولي أن ترددي مع أذان مسجد الحي قدر المستطاع وأعتقد أم عبدالله إذا استمعت إلى أذان الحي وركزت عليه يعني يذهب بقية الأصوات الأخرى يعني ما تتداخل معك لما تركزين على أذان الحي حتى لو استمعت إلى أذان آخر فرددي مع أذان مسجد الحي واعتمديه حتى لو تأخر يعني مثلا سمعت صوت من مسجد في الحي البعيد لا ترددي خلفه رددي إذا أذن مؤذن حيك وأنت تعلمين وتقدرين متى يؤذن فتركزين عنه بارك الله فيك